اشتركوا في القناة 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 لكن استأنفوا كمان مرة أن يجب محاكمتها على تصريحاتها عن نهر النيل أنا بشوف زادوها عليها وخصوصا أنه الفيديو اللي انتشر عن موضوع تهمة النيل بالبالهارسيا كان بحفل بالشرق قبل سنة يعني فيه حدا نكش على الموضوع وفيه حدا عم بيربط أنه سبب اختلافها مع مدير أعمالها هو إله علاقة بي نشر هذا الفيديو بعد سنة لكن اللي بيحضر الفيديو كامل بيلاقي أنه شيرين حكيت بعدين هي بتشكر مصر ومصر اللي هي أطلقتها فنيا بس الفيديو الأول اللي انتشر خلاص هو اللي أخذ سيط هو إله علاقة يمكن بمدير أعمالها بسبب الخلافات اللي صارت وكيف طريقة تركت إدارة الأعمال لكن ما حدا بيعرف شو السبب اللي الحقيقي وشيرين أصلا هي آخر فترة في مشاكل كتير عم بتصير مع عمري دياب أني تصريحاتها آخر فترة هي بدوامة جدا كبيرة هي مشكلة شيرين أنها متهورة بالحكي وبعدين تصير تعتذر يعني بتتسر عندها تلقائية لدرجة عدم السيطرة على كلامها على فترة ومجعلها بعدين بدها كنترول حتى يكون جمعة يعدلها للعشر وبتخيل الشخصيات سواء الشخصيات مثقفة أو فنية أو سياسية هم بحاجة لتدريب كيف يتعاملوا مع وسائل الإعلام وكيف يتعاملوا مع الأشخاص لأنه أي كلمة بتطلع منهم أي مترصد لهم ممكن تنحسب ضدهم نعم صح 100% وشيرين أصلا هي عم بتعاني جدا من هذا الموضوع آخر فترة دائما هي أصلا من زمان هيك بس آخر فترة بسبب الجماهيري الكبيرة بس أنا بظلني ضد إيقافها يعني قرار إيقافها عن الغناء في مصر يعني هي أجمل من مثل مصر في المحافل العربية والدولية فمش حلو يعني زي ما بيحكوا لأكل فرس كبوي مش حلو من غلطة صغيرة يعني أنا بايدك بهذا التحكي أنه هلأ شيرين تعتبر نجمة مصر الأولى بعد أنغام فهلأ شيرين هي نجمة مصر الأولى شيرين بعد أنغام نعم من فترات كانت أنغام هي نجمة مصر الأولى كانت مسيطرة على الساحة الفنية بشكل جدا كبير بمصر لكن هلأ شيرين هي نجمة مصر الأولى صارت والأعلى نجاحا نعم فيه كمان عم بتم كتير الحكي عن النجمة الذهبية نوال الزغبي وعن إطلالتها بآخر البرامج الحوارية مع أنه كان حتى قبل ظهورها فيه أخذ عطا من زوجها إلي ديب اللي هددها أنه إذا طريقها إذا تعرضت له أو ذكرت كمان اسم بنته تياب يكون فيه نوع من يعني رفع القضايا نعم هلا هو تم تصوير الحلقة أصلا قبل ما يطلع يصرح هذا التصريح هو استغل أنه ظهور نوال بإحدى البرامج الكثير قوية والناجحة وبسبب النجاحات المتتالية اللي عم بتحقيقها نوال بالساحة الفنية طلع يصرح هذا التصريح لكن كل بيعرف نوال إن كان موضوع صح أو غلط ما تطلع ترد وما بتصرح بأي تصريح يعني عادة ما بتتعرض أصلا لحياتها الخاصة يعني مش من النوع اللي بتشهر هو زوجها اللي بيحاولي شهر دائما حتى يحط تسليط الضوء عليه أو يضيع موضوع معين كشفوا كمان القائد العائلي أنه هي نوال من مواليد 1971 الناس كثير كان ردود فعل الإعلام أنه بضحك الموضوع الناس كانوا يفكرونها أكبر فكان ردود الإعلام كلها مؤيدة أغلبها لنوال الرغم نعم وخصوصا حتى على بنتها يعني هو عم بيحاول يستميل تيا لصفه الجمهور كان متعاطف 100% مع نوال حساسها وكأنها مظلومة في الموقف تيا هي انتخلت للعائش مع أبوها آخر فترة كثير في ناس بيحكوا لأسباب معينة نوال مو راضي تكشفها لكن في موضوع واضح عند الجمهور أنه بسبب الغيرة بين الأم وبنتها وهذا شيء طبيعي أنه لما تكون الأم فنانة وعليها تصليط ضوء وهيكا يكون البنت بتغير هذا الموضوع عانت منه صباح كمان زمان وهيكا بيحكوا السبب لكن أسباب غير واضحة الموضوع أنه لفت الإعلام لأنه يلفت الإعلام إلي ديب له بشكل خطأ يعني مش حلو هذا قدام الجمهور الأمور العائلية دائما لازم يحتفظ فيها الفنان رغم أنه نوال بتحاول قدر المستطاع لكن زوجة زيكا أنه بالمرصاد وهي بتحبنها كمان الأشياء اللي صارت خلال الحلقة اللي صورتها نوال عدم تعاطيها بأي شيء من حتى من موضيع الفنية اللي كانت قبل بفترة اللي كان هو إدارة أعمال ورغم أنهم شوي حكوا عن كليبات هيكا بس ما تعرضت لأي شيء حتى معا فمن ننتبه إحنا أنه كمان الإعلام اللبناني اللي كان معترض على آخر أغني نزلتها نوال هي آلو كان مؤيد لنوال بضد تصريحات إلي ديب طليقها وهذا إشي كان لصالح نوال خلال الإعلام يخلال الجمهور يكون مع نوال مش ضدها هلأ خبر كمان عن الوفاة الإعلامية وإقام الدحماني وهي عمرها 34 سنة وفجأة بسكتة قلبية كمان كان خبر صادم لكل اللي معها في الوسط وأهلها وأصدقائها نعم ويقام هي فنانة مغربية ممثلة وإعلامية ومغنية تقدم الستايل الهندي ومن الناس اللي شاركوا بكتير أمور خاصة بالهند انتقدت بفترة من الفترات بسبب استعراضاتها ولبسها وشكلها وميولها للهند لبوليوود نحكي توفيت 34 سنة سكتة قلبية في دبيك عندها كان برنامج خلال الشهر المقبل شهر رمضان توفيت فجأة مبارح ديانا حدات طلعت ردت بالإعلام على كثير من الناس اللي حصاروا يحكوها لازم ما يكون عليها الرحمة لازم كذا فدغري كان الموضوع فيه تعاطف جدا كبير من الفنانيين لحد اليوم ما تم أصلا إعلان متى العزاء حيكون مراسم الدفن أو العزاء لأنها 34 سنة وكان موضوع مفاجئ جدا للعائلة نعم الله يرحمها الله يرحمها شكرا لوجودك معنا عمر الحديدي والأخبار الفنية الجميلة للي بحبوا يعرفوا أكتر عن الفانس تابعونهم صح من ممثلين وخلنينين هذه الفقرات بالأخير الفقرات الألم بكتبها معكم يعطيك العافية شكرا لنا عمر